بالمقابل أعلنت روسيا صباح اليوم أنها أسقطت عدة طائرات مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم وأيضا فوق بلغرود وفورونيتش القريبتين من الحدود مع أوكرانيا وتشهد شبه الجزيرة تزايدا في الهجمات الأوكرانية خلال الفترة الماضية لسيما في ظل الهجوم المضاد الذي تشنه قوات كييف كما تم إسقاط ثلاث طائرات مسيرة ليلة أمس جنوب غرب القرم وأخرى فوق بلغرود وبذلك ارتفعت حصيلة المسيرات إلى ثلاث عشرة التي أعلنت القوات الروسية إسقاطها الأحد تسع منها في القرم ولم تعلن وزارة الدفاع الروسية عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا من جراء هذه الهجمات